مقترحات عديدة تستهدف التطوير المهني للمعلمين خلال مناقشة مشروع السك التشريعي المقترح للترقية الوظيفية الذي يقام في قاعة الاجتماعات بمديرية التربية في اللاذقية بالواقع مهم كثير نحن نشتغل على تجويد العملية التربوية والتعليمية وتجويد وتحسين الواقع المعيشي للمدرس من خلال عدة معطيات من خلال ملفات إنجاز من خلال مراتب وظيفية يمر بها المعلم والمدرس ليصل إلى المرحل الأفضل إن كان في خبرته وإن كان في الجانب المعيشي والراتب نحن دورنا كأمانة عامة بالمحافظة دائما تقييمات تجي لعنا على المحافظة ونحن بدورنا لازم نعرف شو عم بيصير هون مشان تكون تقليماتنا موضوعية وعلمية أو خلينا نقول فيها مصداقية أكبر الورشة كثير غنية وكثير فيها شيء للمستقبل المعلمين مفيد إن كان على المستوى المادي أو المستوى المعنوى حقيقة مشروع التبقية الوظيفية من المشاريع الرائدة والمشاريع الجيدة جدا للعمل على تحسين وتطوير وتجويد العملية التعليمية والارتقاء بواقع المدرس بشكل عام المادي والإداري والمعلوماتي بحيث سيكون هناك دورات ومراحل يجب أن يخضع لها المدرس حتى يترفع إلى مرتبة أعلى ولا يكون ترفيع على أساس مد زمنية دراسة الفقرات الموجودة في القانون وتبادل للآراء موضوع كثير هام لحتى أنت تتسلسلي بالعمل الوظيفي يكون في عندك مرتكزات أساسية تنهضي فيها تمشي خطوة بخطوة تعرفي المحيطك كيف ممكن يقيمك كيف المعاكسات الإيجابية والسلبية التي أنت ممكن تأخذها بعين الاعتبار لحتى أنت ترتقي وظيفيا خطوة بخطوة تتسلسلي بشكل صحيح أهمية نوصل لها لنفرق بين المعلم المربي والمعلم الموظف فوقت المنسوف تقييم المعلم أداءه وإنجازاته فمنوصل لمعلم مربي قادر أنه يربيه أنت الجيل ومأخذ حقه ما معقول لي معلم عنده قدرة على 9% سوى ما معلم عنده 40% أو معلم جاي تيبني جيل تيبني وطن مع معلم جاي لمجرد الوظيف يروح على وظيفته ويرجع نحنا مندخل كمجهين تربويين على الصفوف منقيم كل معلم مدى أداءه أداءه متى تطويره لعمله حتى نأخذ فكرة عن الشخص وننمي ونزيد من أفكاره ونزيد مثلا من أداءه فيما بعد تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورشات التي تعقد في المحافظات السورية لتحسين العملية التعليمية والارتقاء بالمراتب الوظيفية